بعد أن أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية يوم الأحد الماضي إجراءات انتخاب وشيار زباري لمنصب رئيسا للجمهورية بشكل مؤقت في انتظار حسم دعوة قضائية بشأن ترشحه يدل على إيقاف كافة الإجراءات السياسية لحد أعلان المحكمة الاتحادية بقرارها الأخير والقاضي برد الدعوة أو انتخاب مرشح آخر هذا الاستحقاق تم تعليقه بموجب أمر ولا إصادر من المحكمة الاتحادية بسبب دعوة أقامها بعض الأشخاص على أحد المرشحين عليه فإن العملية السياسية يمكن اعتبارها متوقفة إلى أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا في الدعوة المرقمة 17 اتحادية على 2022 الاستحقاق الدستوري الثاني اختيار رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر يبقى معلقا ما لم يتم حسم هذه الدعوة وحتى اللحظة ما زال الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكا بهوشيار زيباري كمرشح للمنصب خاصة بعد تأكيد أن كل ما قدم من دعاوة ضده ما هي إلا عرقلة للأمور لا غيرها خاصة بعد تأكيد الحزب أن ما حصل كان سببه التنافس على رئاسة الجمهورية ليس هناك أي جهة قوائية أو قانونية تثبت بأن السيد هوشيار زيباري قد اخترف مخالفات من هذا النوع ما حصل في البرلمان العراقي وباعتراف معظم النواب كان مسألة سياسية بحتة على خلفية مناكفات سياسية في حينها تم إقالته ويعتبر رفع الدعوة أن زيباري أحد أبرز الوجه السياسي الكردية في العراق ما بعد عام 2003 لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيسا للجمهورية ومنها أن يكون حسن السمعة والاستقامة بحسب نسخة عن نص الدعوة عقبات أمام العملية السياسية سببها أحياء لملفات مغلقة يقابل بردود فعل تتهم أصحابها بالتسيس وإعادة الأمور إلى الانغلاق السياسي من جديد والجميع بانتظار الحل هاجر عماد واني نيوز أربيل